لو بصنا بقى على أول أرقام أول بروفايل تحليلي اللعب لعب هنبص على أرقام ليه ناصر منسي واحد من أهم اللعبة في الفرقة دي وليه لازم تتم مراقبته هنستعرض أرقام ناصر منسي ونشوف الأرقام دي قدام نادي الزمالك فيه بس إنت مش متوقع أن مثلا يبدأ بعمر مرأي هو لو بدل عمر مرأي أو عمر جمال مش هنختلف طريقة الأداء واحدة لكن هو حطت قدامه عناصر معينة ومش عايز يغير منها اللي هي مثلا مهاجم معين سابت سترايكر والتاني هو اللي بيدافع اللي بيعمله الشغل كله ناصر منسي نحية الشمال دي طبعا البروفايل بتاع ناصر منسي وبرضه شح لنا برضه الأرقام عشان نسادم بتاع ناصر منسي هنفسرها واحدة واحدة أول حاجة ناصر منسي لعب 132 ديئة قدام نادي الزمالك جات له كم فرصة؟ جات له فرصتين ما استغلش ولا واحدة إذن هو على المستوى الهجومي لسه مش موفق قوي على المستوى الهجومي صناعة الفرص اتنين دي حاجة مهمة أنه هو بيصنع فرص في الجبهة الشمال التزديد على المار ما قلت لحدك الفينيش بتاعه مش حلو لسه ونتمنى أنه هو يستمر مش حلو في النهائي تلات تزديدات كلهم بره عامل خمسين تمريرة منهم 29 صح التمريرات البينية بتاعته تلاتة ودي حاجة كويسة أنه هو بيعمل برضه بيصنع الفرص كويسة أهم رقم لناصر منسي في الأرقام كلها الرقم اللي جيدة الالتحامات الهوائية 11 الالتحام الهوائي رقم كبير يبقى الرقم ده اللي بنتكلم عليه يبقى فيه توجيه فيه تحضير من محمد هاني وكمان واحد من الاتنين الديفندر المساك القريب برضه يعمل كافرينج ويعمل كافرينج عليه والديفندر اللي هو عمر السلائي والمساك القريب اللي هو ياسر إبراهيم المراوغات بتاعته اتنين برضه ليه دور دفاع كويس بيطع التمريرات خمسة زي قولته حدقه هو جناح على الورق هو على الورق مهاجم بس هو برضه بيقوم بدور الجناح عشان بيدافع يعني ممكن يشوف الطريقة يقول لك اللي يشوفها الورق على الطريقة على الورق يقول لك خمسة ثلاثة اتنين اتنين فراوضة عمر جماله الناصر مانسي لكن هو لما تشوف خريطة التحركات وهتلاقي ان هو بيتحرك ناحية الشمال اكتر قطع التمريرات خمسة استخلص الكورة من ملعب الخص مرة واحدة بس استخلص الكورة اربع مرات الضغط على المنافس ستة من تمانية اذا الارقام بتقول ان الناصر مانسي بيكسب للتحركات بالشكل كويس على الجانب البدني هو كويس بيساعد كابتن طوريا العشر في تحضير الهجمة بيقدم دور دفاعي كويس ولكن هو مش موفق على مستوى الفينيش انهاء الهجمة ده انه هو راح ثلاثة محاولات مسجلش فدي نقطة يخلي بالو منها محمد هاني برضو هنستعرض الخريطة الحرارية اللي هي فيها اللمسات بتاعة ادي ناصر مانسي بص حدك هنلاقي هو لمس الكرة جوه منطقة الجزاء كم مرة مفيش خلق برضو عشان الناس تفهم هو الاتجاه كده اتجاه كده يعني ده تقريبا نص ملعب لو النادي الاهلي او ده ملعب نادي الزمالك ده نص ملعب نادي الزمالك وتحرقات ناصر مانسي اعتقد كم مرة بص حدك جوه المنطقة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 بالزبط جوه منطقة الجزاء ستة يعني ده بيأكد ده على الورق بيأكد ان هو مش مهاجم بالزبط بالخريطة الحرارية لو بصينا هنلاقي ان هو بيتحرك على الطرف الشمال اكتر اهو كل تحركاته دي اماكن تمريراته اللي عمل منها التمريرات فهو كل شغله نحية محمد هاني اللي هو ناصر مانسي بالزبط ده ده دي اماكن تحركات ناصر مانسي قدامنا على الشاشة نيجي بقى للجناح التاني اللي هو احمد سمير نحن كده اتكلمنا على ناصر مانسي قلنا خطورته ايه خطورته في الالتحامات الهوائية القرات العالية القرات العالية كلها بيحضروا عليه الهجمة لكن هو مش الفينيش بتاعه لسه مش موفق مهم ان احنا نخلي بالنا منها لان هم بيلعبوا على اسلوب اللعب المباشر التحضير عليه اكتر من عمر جمال وقلنا اهم رقم ان هو كسب 11 التحام هوائي ودي حاجة مهمة جدا نبص بقى على احمد سمير احمد سمير اللعب اللي بعد كده دي برضو بروفايل تحليلي ليه احمد سمير احمد سمير لعب 115 دقيقة سجل هدفين طبعا في شباك نادي الزمالك جات له اربع فرص على المرمى سجل منها اتنين اذا الفينيش بتاع احمد سمير احسن من ناصر مانسي على مستوى الفينيش على مستوى تسجيل الاهدات على مستوى الصناعة على اتنين زي بعض اتنين نيجي بقى للرقم المهم اول احمد سمير اهم رقم في الارقام دي كلها اللي هو التسديد على المرمى احمد سمير سدد سبع تسديدات رقم كبير سبع محاولات على المرمى لانه بيشوت ضربات ستة بيخش للعمق كتير وبيسدد على المرمى يمكن هو سدد على المرمى سبع تسديدات منه ماربع صح ودي اربع بين التلات خشبات ده رقم كويس رقم كويس جدا نيجي بعد كده ليه التمريرات الصحيحة 38 من 79% عمل برضو نسبته ومش وحشة في التمريرات المراوغات بتاعته لعيب مهاري اكتر من ناصر منسي ناصر منسي بدني اكتر بدني اكتر احمد سمير احرف وبيخش للعمق وبيشوت فدي برضو عشان عليه معلول وهيلعب في جابة عليه معلول صحيح احنا قلنا ان الماتش اللي فات كان كابتن حسام حسن رميله كريم ممدوح والماتش اللي قابله زيزه عشان كده مستوى معلول يمكن في الفترة الاخيرة هو مش بنفس بيقدم ما عارفين ان علي معلول اهم مفتاح لعب في النادي الاهلي في الجابة اليسر في النقطة دي برضو عايز اكلم معاك في نقطة مهمة جدا احمد سمير اللي عيب مميز بيراوغ بشكل كويس وبيخش على جوه وبيسدد نفتكر برضو ده حيطلب جزئين جزء الضغط على الخصم يعني لو علي معلول يبقى الضغط عليه بشكل كويس والكافرين كمان عمر السولية عمر السولية تحديدا نفتكر منها الخطأ اللي جيه وجيه منه مباراة الزمالك ان ما كانش فيه ضغط كويس على شكبالة فدخل جوه الكافرينك عمر السولية كان قليل شوية فالجزئية دي برضو احنا بنستفيد ونشوف اخطاء نقيه ونشتغل عليها فدي برضو هو قطع التمريرات على مستوى الاستخلاص قطع الكرة اربع مرات الضغط على المنافس واحد من ثلاثة يمكن احنا اتكلمنا برضو على الاهم اتنين اللعيبة عمر جمال مش مش موفق بصراحة معناها دي الجيش في حتة الالتحامات دي برضو نقطة ان هو حيلعب مع ايمن اشرف ويسر ابراهيم بيمروا بحالة كويسة جدا نبص برضو على خريطة التحركات بتاعت احمد سمير مستعرضة اللي هي اللي بعد دي اه دي الخريطة بتاعت احمد سمير برضو اه طبعا واضح جدا اه دي تأكيدا لكلام حضرتك ان مهم الدور بتاع عمر السلية عمر السلية بيبقى هنا وعلي معلول بيبقى هنا فلازم اللي اتنين يعملوا الحتة لان احمد سمير بيخش كده بيخش على جوة بالزبط ايه بالزبط في الحتة دي فانت لازم عمر السلية وعلي معلول يخلي بالهم من الحتة دي تحديدا من احمد سمير في المباراة يوم السبت بازن الله يمكن دي الخريطة بتاعت احمد سمير اتكلمنا على الاتنين الاجناحة البطوعهم نستعرض بقى خط الدفاع خط الدفاع هبين لحظك اسلوب اللعب يعني كنوا انا شايف ان خط الدفاع بتاعهم سهل جدا ان اللعب السريع يعمل معهم يعني ضربات جزاء شايف ان هم عندهم هم خاصة ان غسط السلاسي لو خالد ستوحي وإحمد علاء وعلي الفيل عندهم بط جامد جدا فسهل ان انت يعني تعمل معيرتك بضربات جزاء سهل ان انت تختارك من العمق